السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرونكم أخواتي إن شاء الله بخير رجعت اليوم بدرس جديد بسلسلة البيت سفايتل كالالجاماين المونلش القسم الثاني مثل ما الكلب يعرف بيعطوك عشرين دقيقة بلا تحضر الدسكوسيون والبروبليم لوزنج الله يزيها الخير لأختي اللي بعتت لي الملف ومشان ساي منه الفيديوهات لا ننساها من الدعاء اليوم النص يحكي عن سن التقاعد نتوقيت وتعالي من الموضوعات والنخطيلي لأن هذا الموزع المتحدة من المكارر نتوقيت وتعالي من هذا الفيديوها بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله الرحمن الرحيم قائل الأمر بإذن الله الرحيم زيادة الأمر المتوقع للأشخاص بالإضافة إلى ذلك الانخفاض المواليد هذا الشيء يؤدي بشكل محتم إلى زيادة سن التقاعد بألمانيا حيث أنه صار أو مدرج ابتداء من 67 سنة بيقدر يحصل إنسان على سن التقاعد بيكون خلاص ما عندي يقدر يشتغل أكثر من هيك الفورتالي من هذا الموضوع هي كالتالي المعاش يتكفل بشكل ضمان مالي في سن الشيخوخة يعني هو الواحد يتعيش بأمان مالي لأمان بالله أنه وقت ينتهي من عمله سيأتي هذا الرقم كل شهر يسد الحاجة تبعه يمكن للمؤمن عليه أنه اللي عم يدفع التأمين أنه يعمل أقل شيء من أقل من 6 ساعات باليوم حيث يحق له الحصول على معاش بسبب العمل الجزئي أنه هو يعمل بشكل جزئي يعني تداء من 6 ساعات باليوم أو أقل بشوي تقدر أن أنت تحصل على هذا الشيء بعمر 67 سنة بحال بيقدر هنا وبيقدر عم تشتغل أجلا الاربع المالية من أجل الشيء من الأشياء أجل من تحصل على الرافل أجل من أجل من أجل من الأشياء يتعيش بأمان بيقدر المسيطة كذلك يوجد الناس هل يتعيش بأمان بيقدره يتعيش بأمان بحالي يتعيش بأمان بحالي هذا الذي استخدمت أو يحتوي على للد حتى الذين بلغوا سن التقاعد العادي بوصلوا للشغل وهذا الشيء بيؤدي إلى زيادة استحقاق المعاش التقاودي يعني بدل ما يأخذ رقم يصير بيأخذ رقم زيادة بمعدل 0.5 شهرياً يعني بالسنة بيطلع 6% بيزيد المعاش التقاودي لديه خيار للشغل وقت يأخذ المعاش التقاودي ويستطيعون أنه في عام ٦٣ وقت يصير عمرهم ٦٣ أنه يتركوا بدون استقطاع أي شيء منهم لكن هناك شرط لهذا الشيء وهو كالتالي كالتالي لكن الشرط لهذا الشيء هو دفع لمدة ٤٥ سنة على الأقل التأمين القانوني للمعاشات أو ايضاً أن تقاودي المعاشات ١٥ سنة على الموظفين الذوي الاحتياجات الخاصة التي لديهم إعاقة الله يعافي الجميع إن شاء الله يمكنся أن يتقعد إلى نزل الـ 75 السنة على رفعات المحافةة عشرية عبرت عام عشرية عامر كبير من عشرية عامر ذلك يدى أن يكون عشرية عامر بحرات عشرية عامر للمرهاب الأولى مع الرئيسي في عامر العشرية يبلغه من السن التقاعد 67 سنة يعني ما بيقدر أو ما بيسمح له الحصول على كامل المبلغ على المعاش الكامل يعني إلا لا يقضي 67 سنة من عمره يوجد كل عملي ايها فيه رئيسانًا وسيحت جعله ويتيج من 31 شخصهًا لمدة بضع طوال 6 موارد رئيس الأنوعٍ وبهذا يقضي كل عام انه يظهر شريط انه يكون نها 63 سنة من حياته ويتم خصم 0.3 من معاشه بكل شهر وعلى مدى الحياة حتى يقدر يحصل على هاي المعاش التقاودي بنهاية حياته أو بنهاية خدمته الوظيفية هيك بهاي الحالة بيكون خلص هذا الفيديو ان شاء الله تكون المعلومات اللي فيه جيدة ان شاء الله يكون الترجمة جيدة اهم شي لا تنسونه من الدعاء ثم اللايك والشير للفيديو مشان يقدر استمر فيكم وبتعليقاتكم الحلوة شكرا على كل طريقات الحلوة ان شاء الله رمضان مبارك على الجميع وهلا لحي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للفيديو القادم على فكرة الفيديو القادم كثير مهم لجماعة اللي بدون يدرسوا بقلب الجامعات بإذن الله فيديو فعلا حيكون مهم ان شاء الله للجميع فانتظرونا للفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته